طلاب تكملت الفيديو السادس طبعا احنا عرفنا الانخفاض بالورقة الاولى شوفوا بالورقة الاولى عرفنا الانخفاض اللي هو اقل من 150 بنهاة الورقة اللي هو ترجمته هسنا اشعدنا المعدل الطبيع من 150 إلى 450 ألف يعني الارتفاع من 500 ألف الافة ما فوق يعني حد المليون ماشي ذني مهمات هسه مهمات انه يعني هي شفت سؤال غامض لا هاي شي طبيعي لازم تعرفه انتك محلل ماشي فعادي الأستاذ يجيبك سؤال سهل واضحي قليك الطغير للنورمال رينج والإفلينت واللو خوش حالات الخفاض يعني حالات انخفاض البليت ليت شي اسم هالحالة بس اسمها لدك تحفظ ليها هاي الثرومبو سايتو بيني هي شين هاي لو برينج يعني المعدل مال البليت يعني البليت ليت مال الصفائح هاي الثرومبو سايتو بينيه انخفاض معدل الصفائح ماشي تمام بس تحفظ لي شا اسمه خوش هسه نجكن لحالات شون الحالات هسراني أول شي الكيموثيرابي أول اللي هو إشعاع والعلاج الكيميائي هذا شي يسوي كل هذا راح يقتل شي يسوي هو علاج يدعم هو علاج يعني هذا علاج ماكو حل بعد فيضربونه راح كل يقتل بس هاي تقرأ ليها اذا جابها تعداد تكتب التعداد وتكتب دهن الكلمتين هو راح يفهمك يقولك هذا طالب ذكي فاهم وحافظ وبدون درخ لأن ما عنده وقت وما حافظ قبل والله درجة كاملة والله خوش درجة كاملة انا استاذ يجين الطالب كاتب لي هاي وكاتب لي شو يسوي كافي اما بلود برو دكشن هذا النية يعني جاي يشرح هو الموضوع انت تطيل الموضوع ابصل بكل ميكا كوريساتس ليش انخفاض الميكا كوريساتس ماتت الخلايا اللي تطينها اللي بليتليت ماتت المصدر اللي بليتليت داخل البون مرو داخل نقي العظم مات ماشي لذلك راح يصير لو انخفاض بسبب من بسبب علاج الكيمياء والاشعاع خوش نجي الاصابات الفيروسية تحفظ لي نيبوتايتس والحي ايفي خلاص تمام الاوتو اميون كوندشن حالة المناعة طبعا ذنبهمات جدا حالة المناعة الذاتية تحفظ لي مثال عليها المناعة الذاتية اللمبوس جدا مهم هاي اللمبوس تحفظ ليها مثال خوش البرقنانسي لا تحفظ عليها شي البيديكيشن اللي هي العلاجات مضادات التخثر ذنبلي هو انت ما بيك شي والبليتليت طبيعية بس تاخذ مضاد تخثر حتى من تنجرح تبقى تنزف لي لان اكجرات ما تخلي البليتليت يتخثر مضاد للتخثر مثل من بارثرين والهيبارين ذنبلي حفظ جدا مهمات اوكي النقطة وتحفظ لمثالية ماشي حلو خلاص حالات الارتفاع شو اسمها ثرومبوسيتوسيس طبعا ذنبلي معادات بالورقة والنفسية انترى خوش ثرومبوسيتوسيس اها تساهم الفاكتر العوامل التي تساهم بالهاي بليتليت كاونت ارتفاع بليتليت او عدد بليتليت خوش يا هي اضطراب اولي بالبون مرو طبعا انا انا امترجم هنا البرماري يعني اولي اضطراب اضطراب اولي بالبون مرو ها ها شي صير الميقا كاريوسائتوسيس البون مرو داخ اصاي هم تعتبروا حفظ هايت التحافظ هايت هايت تعرف هايت الميقا كاريوسائتوسيس when موجودة هايت سونا البليت ليت بسونا وجوده بالبون مورو. شو يصير بيها؟ بروليوس تنتج الكثير من البليتليت هو هذا الاضطراب. يظل تنتج هواي واحنا ما محتاجين. هذا يسمونه اضطراب بالداخل المقي العظم أو بالبون مورو ما شيء؟ وهذا الانتاج الزائد احنا من الساعج قلنا شي سويني؟ سويني خثرة خثرة واحنا ما مجروحين يعني يسدلنا الشريان. شو سويني؟ بلاد كلوت. هذا نفسية تمام الساعج. بعد شنو؟ الكرونيك انفلميشن انذابودي اللي هي الالتهابات المزمنة. يعني واحد عنده التهاب مزمن يعني عنده فد مرض ماشي؟ او احنا بحالات المرض اللي بليتليت شبيهة؟ اوكي؟ التهابات المزمنة. خوش؟ تحفظ لي النقطة طبعا احنا جاي نحفظ بس نقاط بس هنا نقطة بها شي مهم جاي يقول لكم علي. النقطة هو ذن المرضين هذا هذا ما الالتهاب المفاصل وهذا ما الالتهاب الأمعاء أو المعدة بصورة عامة. هنو واختصارات الخوش؟ الانفكشن الاصابات اعبرها نقص الحديد خوش؟ اللي هي فقر الدماء نقص الحديد اعبرها خوش؟ السبلين هاي جدا المهمة السبلين هذا انه تعداد مهمات ترى دير بالك كتعداد مهمات اما داخل النقطة بس اللي جاي عشرة السبلين السبلين هو ما يقارب الثلث ثلث من البلايت ليت وين فتورد مخزون بالسبلين هاي ازالة ازالة السبلين من نتزيل السبلين هذا الثلث وين جاي روح هو مضموم وممجرى الدم ولا محسوب يعني نفسه من تحسب البلايت ليت اللي داخل السبلين ما محسوبات لان السبلين نضامه هيني شلون احتياطي خوش؟ من نتشيل السبلين اذن وين يروحن ينطلقا بمجرى الدم شخصي البلايت ليت يرتفع لان اكو ثلث كان مضموم طلع بمجرى الدم خوش؟ فارتفعا ازالة السبلين ايضا هاي يقلك ثلث هاي معلمة جدا مهمة ثلث من البلايت ليت وان موجود بالسبلين خاف تيجي صح وخطأ كذا اختيار فراغ والكانسر لا بس حفظيها ككانسر خلصة الملزمة والله يحب المحسنين